يعني على الأرض ما زالت العمليات العسكرية مستمرة رغم اتفاق وقف اطلاق النار حيث أكدت الجهات العسكرية هنا في جمهورية دانياتسك بأن الاتفاق يخص فقط الممرات الإنسانية الممرات الخضراء للمواطنين وكما تفضلت ستكون هذه الحوافل ستنقل المواطنين من ماريوبل إلى زاباروجي وأيضا من مناطق أخرى إلى أوكرانيا هو اتفاق عام وليس خاص بماريوبل كان الحديث مع المتحدث العسكري باسم الانفصاليين وأكد أن العمليات ستستمر وأنهم يحققون تقدم في السيطرة على الجنود الأوكرانيين الذين يحاصرونهم داخل مصنع للحديد في آخر المدينة الممرات الآمنة قالوا بأنها مفتوحة ليست من اليوم بشكل مستمر لكن اليوم تم الاتفاق بين روسيا وأوكرانيا عليها وأن الانفصاليون يحترمون قرار شركائهم الروس ولذلك يعني يؤكدون على أهمية فتح الممرات الآمنة لكن يؤكدون على استمرار العمليات العسكرية ماذا عن الممرات الإنسانية؟ هل هناك عبور آمن للنازحين بالفعل؟ أم أن هناك صعوبة من الناحية العملية في مسألة تفعيل الممرات الإنسانية؟ بخصوص القادمين باتجاه الشرق نحو دانيسك أو دنباس بشكل عام وإلى روسيا بالفعل الممرات آمنة ويدخل إلى هذه المناطق حوالي 3000 مواطن من مدينة مريوبل أما عن عدد السكان الباقين حتى الآن في مدينة مريوبل في الحديث يدور حول 200 ألف مواطن الممرات فتحت باتجاه أوكرانيا وباتجاه روسيا ويقولون بأن الخيار هو للمواطنين يقررون مصيرهم بأنفسهم لكن العمليات العسكرية مستمرة هناك قتل لأكثر من 50 جندي أوكراني واستسلام أكثر من 15 جندي أوكرانيا وهنا القصف أيضا مستمر نسمع الآن قبل قليل سمعنا القصف في دانيسك وهناك قتلين وجرحة والعمليات العسكرية ما زالت مستمرة ولن تتوقف هذا تصريح لوزارة الدفاع هنا في جمهورية دانيسك من دانيسك مراسل عربية رائد الأغبر شكرا لك